أخواتنا وأخوانا العزاء مرحبا بكم في جروب البزنس معكم أخوكم بشير فاضل إحنا دائماً حريصين على أن نجي أفكار مختلفة كيف إنه ممكن نبدأ بزنس أو نعمل بزنس أو ميتين بزنس والبزنس برضو يكون سكيلابل يعني ممكن كل مرة نزيد من البزنس نكبر ونكثر الدخل تبعاً إن شاء الله طيب اليوم حنتكلم على موضوع مهم إن شاء الله موضوع عجبكم لو عجبكم موضوع اليوم يسمى بالاربتراج بس قبل ما يتكلم عن الاربتراج خلونا نحكي على موضوع ما هي الاربين بي بعض الناس عارفين بعض الناس ما عندها فكرة فخلونا نعمل مقدمة سرعة على الاربين بي بعد كده حنشوف ميزة الماضل تبع الاربتراج الاربين بي إنه ناس كثيرة مثلاً إنتوا أسرة زوجة عندكم أبناء بتسافروا كثير مثلاً سافرت ونزلتوا في فندق الفندق لي ميزة إنه في غرف وسرير والناس بتنام وبتصحوا بتطلع مشاورها بس المشكلة إنه كأسرة ما بتحس إنه يعني بيت يعني أنت مسح مسجاعة ثلاثة أربعين بفندق بس أنت عاوزين شعور البيت عاوزين أن يكون عندكم مطبخ تطبخ فيه عاوزين يكون عندكم صالون مجلس الناس تقعد تلعب فيه وتحكي فيه وتجيبوا الضيوف مثلاً الفندق ما بقى هاي للأشياء هذه فصارت الناس تعمل الـ AirBnB كل من يملك بيت ويملك شقة أو يملك كوندو ممكن يعلن عنها في الـ AirBnB وإنه أعلن عنها بعد كده الناس بتستأجر مني أنا بيت فلان لما ننزل مش عاوزين نزل في فندق أنا عاوزين نزل في بيت عشان الأسرة والناس تقدر تاخد راحتها فيه مطبخ يطبخوا فيه فيه مخصلة ومن شافة الناس تقدر تعمل الـ Laundry تبعتها الغسيل تبعها وتكون مرتاحة كأنك بيت فهادي ميزة الـ AirBnB وعشان كده فيه إقبال كبير على الـ AirBnB بدلاً ما نروح لفندق بروح الـ AirBnB بحجز منه لأن ممكن عندي مخصلة وLaundry وعندي الكيتشن أطبخ فيه وعندي الـ Backyard أجلس فيها كان نجالس في بيت فالشعور هذا صارت الناس بتروح الـ AirBnB أحياناً أكثر من الفنادق كما كان المعهود في الماضي طيب الآن في عدد كبير من الشقاق طبعاً فترة الـ Covid الأزعار زادت بزادة المدر الكبيرة في الاستئجارات والآن بدت تنزل مع النزول بيقول المستأجرين أصحاب الـ Property اللي عنده بيت عاوز يأجره اللي عنده شقة اللي عنده قامت عاوز يأجرها الآن بدوروا على المستأجرين فهذه ميزة نحن الآن بتجي أنت مثلاً بتقول أنا عندي contract to sub-lease it هذا هو الـ AirBnB arbitrage إنه أنا عندي I want to sub-lease it أنا عاوز الساجر الشقة هذه مدة ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور مثلاً أو البيت هذه مدة ثلاثة أربعة خمسة ستة شهور فصارت فرص إنه الناس يوافق أكثر لما نكد أنا عندي شقة بوشقتين ثلاثة مش مستأجروا بتيجينوا أنت بي-offer بيقول لكم take it خلاص خدوها ثلاثة أربعة ستة شهور أو أنا عندي أصدقائي مثلاً كثير بيسافر عندهم بيوت يملكوا بيوت بسافروا بالصيف يعني May, June, July, August في شهر خمسة شهر ستة شهر سبعة شهر ثمانية بالميلادي هم مسافرين overseas والبيت قاعد فاضي فأنا بجي له بقول له ها هذا سبليس خلينا استأجر منك البيت أو استأجر منك البيت لمدة ثلاثة أربعة شهور في فترة الصيف طيب أنا بعمل إيه أنا بعلن البيت في الـ AirBnB أنا حنسهل الأرقام نظرياً بعد كده حنشوف تطبيقياً نظرياً بعدين حنشوفها تطبيقياً فبنحي نظرياً إنه فيه شقة بـ $1000 جيت أنا أجرت الشقة هذه بـ $100 في اليوم أنا أجرتها بـ $1000 جيت أجرت اليوم بـ $100 الشهر فيه 30 يوم خليكم 30 قول أنا أجرتها 20 يوم فقط 20% هذي $2000 هتفع لصاحب الـ $1000 وحطت $1000 يعني شقة أنا أجرتها بـ $1000 أنا مشيت AirBnB أعلنتها بـ $100 في اليوم 20 days خلوكم من 30 يوم استاجرت يعني فيه ناس استاجروا من المدد 20 يوم أخدت الـ $1000 أحطيت لهذا الـ $1000 هذي ملخص أو بساطة هي فكرة الـ Arbitrage بس عاوزين نشوف أرقام حقيقية فأطلونا ندخل مع بعضنا نشوف بعض الأرقام الحقيقية وبعدين من ناحية يعني عشي تكون أرقامنا تواضعية حنروح لمدينة صغيرة طبعاً المدينة الكبيرة AirBnB is very profitable لأنه غالية جداً بس خلونا نشوف مدينة مثلاً مش مسحومة كثير بس يعني بتسهيلنا الأرقام مدينة آيوة سيتي في ولاية آيوة طيب لما روح إلى AirBnB أو استاجر بشوف هذي مثلاً different properties يعني هذي بيت في two rooms الغرفة الوحدة اللي فيها سرير واحد one queen bed بـ $85 يعني بيت في غرفتين الغرفة الوحدة الليلة بـ $85 في مثلاً condos هذي فيها غرفة فيها two beds بـ $120 الليلة ده مثلاً غرفة واحدة بس بـ $45 دولار في الليلة ده بيت مثلاً في غرفة two kings بـ $104 في اليوم إلى آخره طيب خلونا نشوف هنا مثلاً البيت هذا البيت هذا هناخد غرفة واحدة في البيت في غرفتين بس هنستاجر هنطريق الـ Airbnb غرفة واحدة الليلة بـ $85 دولار خلونا ندخل نشوف الغرفة طيب هذه هي الغرفة وصور البيت من الداخل طب أنا ليه بستأجرة بـ $85 دولار هي غرفة واحدة؟ لأن شعور البيت لأنه عندي أكسس للصالون وعندي أكسس للغسال وعندي أكسس للكيتشن ممكن نطبخ ممكن نستعمل المايكروويف فبحيس إني في بيت يعني فهذه الميزة اللي بتخلي الناس بتحب تأجر من الـ Airbnb أكتر على كل حال أنا استأجرتها بـ $85 خلونا نشوف الجدول عشان تكون مسألة حقيقية لو أنا حبي بستأجر في مارش شهر ثلاثة لاحظوا إحنا لسه في February 10 اليوم اليوم February 10 لاحظوا خلونا من February نروح على مارش مارش أي شيء عليه خط ماته أورادي محجوز أي شيء مش عليه خط It's dark black اللون الظاهر بالأسود ماته available فإحنا عند الـ 31 يوم في مارش 1 2 3 4 5 6 6 لغة يوم 11 محجوزة It's already booked يوم 20 إلى 31 محجوزة فعندما يقارب 20 يوم أو 21 يوم أو أكثر من كم 20 يوم أورادي محجوزة وعندنا 8 أيام فقط اللي موجودة يعني عندنا 22 يوم أو 23 يوم محجوزة واليوم بـ $85 اليوم بـ $85 أوكي فهذي يعني ما يزيد من يعني ممكن تشوف الحسابات لاحظوا إنه إحنا February It's almost all booked عندنا يومين بس 16 و 17 16 و 17 يعني أربع أيام بس في February is available وهذه غرفة واحدة وفيها سرير واحد و $85 و $85 في اليوم خلونا مع بعضنا من الحساب سريع اللي هي $85 اليوم بـ $85 وإحنا مستأجرنا 23 يوم وإحنا ندخل عشان بس نجبر الرقم نقول $2 $2 $2 هو بيت فيه غرفتين إحنا أجرنا غرفة واحدة بـ $85 هنطلع فيها $2 طيب لو أنا عاوز إستأجر بيت كامل في غرفتين في Iowa City بكم؟ خلونا نروح على Zillow ونشوف الإيجارات أوكي هذي نفسي Iowa City هنشوف بعض الموقع المختلفة عندنا two beds شقة فيها two beds بـ $1,200 عندنا بيت فيه three beds ثلاثة غرف بـ $1,800 عندنا بيت في ثلاثة غرف بـ $1,200 لحظة أن إحنا هنا هنطلع ما يقارب $2,000 على غرفة واحدة وهنا عندنا ثلاثة غرف بـ $1,200 يعني لو أخذت واحدة من هذه الثلاثة غرفة three bedrooms بـ $1,200 وأجرت غرفة واحدة بـ $85 $25 20 يوم مش شهر كامل ممكن نشتهد أكثر نعملها أكثر بس قلوا نفسي العشرين يوم الموجودة طلعنا $2,000 هنكون ربحانين تقريبا $700 أو $800 لو بس إحنا أجرنا three bedrooms وأجرنا فيهم واحدة خللنا اتنين available ما أجرنا بس أجرنا واحدة لمدة 20 يوم من 31 يوم هنعمل $2,000 هندفع لصاحب الـ property $12,200 أو $13,000 وهنسخد في جيبنا ما يقارب $700 شوية $ فهذه فكرة الـ Arbitrage Potential is too big يعني سهل جدا الواحد تدخل وكسب من وراها طيب الآن في بعض الأسئلة احنا عاوزين نكون دقيقين جدا وعاوزين نكون تكسبوا من وراها مش عاوزين أي حادي خاطر أو يجازخ فما هي risks ما هي بعض الأشياء اللي هتواجهني طيب الشي الأول يعني أنا حبيب أدخل بالـ business هذا أنا حقيقة حبيب أدخل بالـ business هذا بس ايه بعض الصعوبات اللي هتواجهني خلونا نحل الصعوبات مع بعض الصعوبة اللي هتواجهني مسألة إنه طيب في حد جلس أربع أيام في اليوم الرابع هيطلع ساعة 12 أنا مشغول ساعة 12 ظهرا فأروح أنا أخذ منه المفتاح وبعدين أروح أنظف الشقة أو نظف البيت عشان أجهزه للشخص تاني حاجة الساعة الثلاثة يعني زي الفندق في حد عمل check out الساعة الثلاثة وهذا يعمل check out الساعة الثلاثة فأروح أخذ المفتاح ونظف الشقة أو نظف البيت وأجهزه خلال ثلاثة ساعة بس المشكلة إنه أنا بشتغل من الساعة الثلاثة إلى الساعة الخمسة فيعني الصعبة إنه أنا يعني هذي تشالنج الأولى بالنسبة لي أنا طيب كيف نحل التشالنج هذي طيب Airbnb قردي حلت التشالنج هذي خلينا نشوف مع بعض لاحظوا هنا كبرنا الشاشة عشان نركز في نقطة مهمة جداً واللي هي النقطة إنه لاحظه مكتوب إنه الإيجار اليوم خمسة وثمين دولار بس مكتوب التوتل ميتين واحد وخمسين دولار في اليوم طيب هنا مكتوب مية وعشين دولار اليوم بس التوتل تبع اليوم أربعمية خمسة وربعين دولار طيب اشرحوا لنا واي خلينا نروح مع بعض هذي الشقة زي ما قلنا الإيجار مية وعشين دولار مخفض من مية وخمسين بس لاحظوا تحت مكتوب إيه مكتوب إنه فيه مية وخمسين دولار يعني انت دفعت كده في اليوم بس في مية وخمسين دولار لنظافة البيت أو الشقة بعد ما تطلع انت هتدفع مية وخمسين دولار في اليوم للنظافة وهتدفع سيرفيس في خدمة خمسة وخمسين دولار يعني الشخص اللي هيأجر هنقوله هتدفع 200 دولار إضافية في اليوم أو في الفترة اللي انت هتدجس فيها تحت السيرفز هذه 200 دولار يعني دخلت يومين 3-4 أيام وانت طالي هتدفع 150 دولار نظافة و 55 دولار خدمة سيرفز أنا نفسي هعمل إيه هتكلم مع أصدقائي أو ناس في السيرفز أو ناس هقولهم أنا عاوز خدمتكم ساعة في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر طب لي إيه إنه تروحوا الـ property هذي وتنظفوها لمن حد يطلع تاخدوا مفتاح الساعة 12 تنظفوا الشقة الساعة 2 تسيبوا المفتاح مع الشخص الثاني اللي جاي مش حتكلف أكثر من 30-40 دولار بس أنا مدفحوا 150 دولار يعني Airbnb حالت المشكلة المشكلة أنا خايف إنه السيرفز واطلع من العمل الواجه وأدفع لحد أو أروح أن نظف أو ألقال لحد ينظف لا المستأجر هيدفع لكم الإيجار 85 دولار تبعت الغرفة مدفوعة إضافة لذلك هيدفع إيه؟ هيدفع الـ cleaning fee والservice fee فهذه حلة المشكلة بتاعت إنه أروح هو جي ولا لا لا It's already taken care of فهذه الميزة الأولى طيب أنا الآن الفكرة عجبتني بس كيف أقنع صاحب يعني صاحب شفقة أوكي أنا عندي مثلاً عندي أربعة من أصحابي مسافرين الصيفات عندهم بيوت أنا ما أخذ منهم البيوت أأجر المنازل تبعتهم لمتترد أربعة شهور فيه اتنين سهل أقنعهم بس فيه اتنين حيقولوا لا طب إيه أنا أقدر أرود عليهم ففيه already segment اسمه How do I convince my landlord to accept Airbnb لو أنتنا فتشتوا على الموضوع هذا لأنه هو شخص خايف من إيه؟ خايف من بعض الأشياء مسألة النظافة مسألة الإنشورانس مسألة الأشياء أنا بيت نظيف ومهتم من فيه وعند أسرة أولادي عايشين هنا فلما أرجع لازم يكون بنفس النظافة ونفس فالـ contract already موجود يعني Airbnb arbitrage مش عملية يعني اكتشفناها اليوم لا هذه عملية يعني people are doing آلاف الناس بعملها كل يوم فأردي سيستم موجود والـ contracts موجودة والعقود موجودة والناس اللي عندها هالهموم هذي كلها هالهموم ما تحلت فـ there's a contract already available العملية أسهل بكثير من مصورين إنه أردي فيه contracts حتى فيه segment اسمه How to convince difficult landlords Difficult إنه فيه واحد يختنع بس فيه واحد very difficult يقول لك لا طب أنا خايف من المستأجرين أنا خايف من الإزعاج محتمال هم منظيفين بس صوتهم عالي ومزعجين فحتلقوا إنه فيه policies إضافية فيما يسمى بالـ auto host اللي بيعمل screening للمستأجر المستأجر نفسه بيعمله screening قبل ما يأجر مننا زي الـ background check الشيء الثاني noise wear noise wear إنه ممكن نحط sensor بأساس الصوت لو عيلا من شيء محدد you get notified ففيه أشياء فيه insurer guest إنه ممكن يكون عنده insurance مبنى على الـ guest اللي هيجي من ناحية العمر من ناحية المشارفين لو كانت spring break وطلاب جامعة احتمال النسبة اللي زعيش تكون أكتر شوية من لو إنها أسرة وفي فترة الشتاء مثلا فالشيء هذي كلها system already موجود يعني مش هنخطيرها شيء ما علينا إنه to research it to look into it حتى يكون الحكاة هذي مربحة ومكسبة جدا باقي بتحصل مسألة multiplication multiplication إنه لو أنا اشترت مع شركة نظافة أو عندي حد من أصحابنا مثلا ممكن يقبل مسألة النظافة إلى شقة تانية إلى شقة تانية في كل واحدة ألف إلى ألفين دولار وبعد كده multiply it إنه هنا عندي بيت وعند شقة وعند كده فأنا ما علي إلا بس to get the sub-lease ونستوقع على sub-lease agreement معي وبعد كده أنا متفق مع الشخص اللي عليه النظافة وعليه لأخذ المفاتيح وتنجيع المفاتيح والsystem بعد كده حيبدأ يمشي يعني مسألة ناجحة نجحت في يعني في غالبية الأحيان يعني it's very easy it's very smooth إضافة على ذلك إنه مش عاوز ما تشهد أكتر من احتمال نص ساعة في اليوم أو ساعة في اليوم عشان برضو ناخد خبرة في أشياء تانية طيب لو حبينا ندخل برضو عشان نزيد الأرباح ونقلل في المخاطرة let's do a little bit of homework خدونا نعمل شوية homework مع بعض طب إيه اللي هو homework homework number one إنه airbnb arbitrage أرد خاتم معلومات يعني إيه أحسن مدن الناس بتكسب من وراها في airbnb موجودة طيب إيه أحسن مواسم إيه أحسن الخدمات إيه الأشياء ممكن نضيفها فيما يسمى بالhigh season والlow season زي السفر نحن عندنا spring break أوه الناس حتسافر بالهبل عندنا الصيف مثلا فإلا شهدي كلها بتدخل في الحسابات هذه number one number two إنه لما نروح على airbnb في أي مدينة أنا ممكن أشوف أنا ممكن أشوف في هذه المناطق الأغلى والمناطق الأرخص لاحظوا هنا على الطول شفنا four hundred three hundred three hundred في المناطق هذه مثلا المناطق هذه fifty one hundred أقل شوية فأنا قبل ما استأجر مش لأنه أنا لقيت شقة وأوافق على الطول أخذها لا أنا حاول شوف فين المناطق ال property is more expensive وفين المناطق ال property is cheaper وأركز على المناطق الإيجار فيها أكثر وأغلى أو الناس هتدفع فلوس أكتر أو الإقبال عليها أكتر فهذه إنه مجرد ما أنا أروح على المدينة تابعتي قبل ما استأجر فيها أشوف المناطق عشان أركز في المناطق الإيجارات فيها أغلى يعني مثلا في آيوا سيتي في إستاد كورا في الكامبس تابع الجامعة والداونتاون نحن نلقى المناطق هذه التركيز عليها أكتر بزاد في مواسم محددة فأركز أنا في المواسم والمواقع اللي أنا شايف إنه في AirBnB الناس دا بتستأجرها فأنا مثلا لو حبيب المنطقة هذه هروح أدخل عليها أشوف مثلا هذه المبنى هذا how many days is it booked يعني قبل ما نستأجر في المنطقات خلينا نشوف مع بعض الأول شفنا booked most of March هذا booked summer of February بس لحظة في March لسا not booked في بقى الموقع الأول أفضل من الموقع الثاني أو أسهل لي إنه أنا أأجر في من ما أجر في المنطقة تانية فthis is this is very important شوف المنطقة الممتازة شوف الأزعار الممتازة مقارنة بمناطق التانية برضو لأنه إحنا مش هنستأجر من Airbnb يعني إحنا نستأجر عن طريق Zillow أو عن properties already موجودة فبرضو أدخل على ويبسايت زي Zillow في المدينة تبعتكم شوفوا ال properties بكم لو أنا حبيب أستأجر بيت أو مستأجر غرف الشقة مثلا هذه ألف ومئتين for two-bedroom هذه ألف for two-bedroom one-bath هذه two-bedroom one-bath طب خلينا نشوف الموقع اللي نحاب في الموقع هذا مثلا أحسن أو الموقع هذا كده فتركزوا يعني do the homework إنه فين الأسعار المحقولة وأرخص وأفضل وفي نفس الوقت مش بعيدة بالمناطق المستأجر الشقة وفي نفس الوقت compare it to Airbnb عشان نحاول نوفق نجيب للشقة أو البيت الأرخص ونشوف المحل دائما مطلوب في Airbnb ودائما الناس يتاجر فيه أكثر العملي أبسط بكثير ما بنسور ياريت ربنا وفيكم إن شاء الله وسبسكرايب معنا وخلونا شوف في الآخر if it works for you ربنا وفيك الجميع